أكيد نكملين مع حضراتكم فقرة خاصة جدا عن الزواج يمكن النهاردة أو من شواء اتكلمنا عن الأسباب اللي بتخلي البنات إن هي ترفض إن هي تتجاوز يقول لك لأ أنا عايزة أبقى معتمدة على نفسي أو إن أنا أعمل أو أكون نفسي وبعد كده أشوف الجواز ده يعني زي ما بنقول بيجي بنصيب والفقرة دي بقى إحنا عكسين إيه الأسباب اللي بتخلي الرجال إن هي ترفض إن هما يتجاوزوا هل هي أسباب مادية؟ هل هي مثلا يمين هما يقول لك لا أنا مش تلاقي لسه الست المناسبة ليه ولسه بيدور عليه هتفضل والله يتدور عليه هو حقيقي سؤال محير قوي يا نرمين ونحاول نجاوب عليه فاكرتنا مع ضفنا اللي بنوارنا فوقه هون الأستاذ أحمد صبر اللايف بوتش وكمان هيكلمني عن كتابه جوازة العمر أحمد أنا برحب بيك أنت بنوارنا من هذا أهلا بيك يا شزائر في البداية كده عايزة أقول لك إيه اللي بيخلي رجالة تفرح أول ما يفركشوه عكس البنات بقى هو الرجالة مش بتفرح بس هي الست بتعرف تعبر عن مشاعرها كويس وبيتحب تعبر عن مشاعرها وبتلاقي ناس تدعمها وبتلاقي ناس تسمعها لكن الراجل بيكون عكس الست في الحتة دي يعني ممكن يكون من جوازة علان بس هو بيبين ممكن ييجوا مثلا بياخدوا شوية فبيبين لا أنا مش فريقه أصلا بالضبط كده والراجل عامة مش بيعرف يعبر عن مشاعره كويس لا وبعدين أنا أنا يعني أعتقد أن الراجل غير الست في حاجة تانية أن البنت أو الست لما بتطلق أو الخطوبة يعني ما بيقاش فيه نصيب ما بينهم البنت أو الست بتعبر عن غضبها في الأول أو زعلها في الأول يعني أنا دايما أقول الست بتبقى عالية جدا والراجل هادي جدا بعد شهر أو شهرين تقريبا الراجل بيحس أن هو إذا أنا فقدت حاجة أو حاجة مهمة جدا حتى لو هو مش مبسوط معيها بس مثلا متعود عليه لأن التعود ده بيبقى أصعب من الحب فبعد فترة بعد شهرين الست بتبقى خلاص هيدي تبقى تكويسة الراجل هو اللي بيبقى مدى حتى لما ييجي بقى يقولها مثلا أنت بتعلينا رجع يبتقول له لأ شكرا خلاص بس عايزة أقولك يا نرمين فيه رجلها بتعود بسرعة هي بترجع التعامل النفسي السليم أثناء فترة التعافي من ألم الانفصال لو الراجل أو الست لو بيتعامل مع نفسها أو بتتعامل مع نفسها بشكل سليم أثناء فترة التعافي من ألم الانفصال إذا كانت بقى بتتابعة مع كوتش أو هي عارفة تتعامل مع نفسها بتتخطى المرحلة دي بسرعة هو المفروض البنت أو يعني لو الاتنين مرتبطين وما فيش نصيبه ونفصله الست ترتبط بعد قد إيه الوقت الطبيعي عشان ما بقاش ما نقولش إن ده ريبعوند ليها هو على حسب وعي كل واحد فيهم على حسب تعامل مع نفسه يعني في حد ممكن يتعافيه في شهر في حد يتعافيه في شهرين في حد يتعافيه في سنة أو في سنتين على حسب درجة التعامل ودرجة وعي الإنسان ذات نفسه ودرجة تعامل مع نفسه والسلف إستيم بتاعه من جواه هو شايف نفسه إزاي طب أحمد أسألك سؤال بقى ليه الرجال الليما بتتعرض الرفض بينتقلوا لعلاقة تانية على طول ليه لما بتتعرض لرفض خصوصا لو جواز أو يعني هو لو بترفض هو الفكرة كلها إن الشعور بالرفض ده أصلا شعور صعب جدا على راجل أو ست تمام فالفكرة إن الراجل لما بيتعرض للرفض الموضوع بيقلب معاه بشخصانة شوية يعني هي ثابتني عشان أنا وحش طب أنا حرطبت بزت زت طب أهو هرريكي بقى فهي الفكرة يعني مهزم رجالة بتعمل كده وفي ناس تانية بقى ممكن اللي هو يبقى شخصية هشة بعد الرفض يحس إنه هو مش عاليت حفل مودي الاكتئاب فبيلحق نفسه بالضبط فعنده سيلفي استيم بيقع تقديره الذاته بيقع فبيبتدي يخاف بقى إنه ممكن يدخل في علاقة أصلا بعد كده بسبب خوفه من الرفض بعد كده طيب ليه بشوف يعني أنا بشوف عندي أصدقاء كتير جدا ونسكويسة جدا وبيجي لهم عرايس حلوة ومناسبين اجتماعيا وثقافيا وكل حاجة لكن هم رفضين الجواز رفض قاطع يقول لك أنا مش هتجوز طب ليه يا حبيبي مش هتتجوز يقول لك لا لا أنا مش عايزة تجوز ليه بيبقى درجة لإيه دي حاجة اسمها جاموفوبيا ده ايه بقى دي؟ دي جاموفوبيا دي مأخوذة من كلمة جاموز كلمة يونانية معناها الجواز فهي فوبيا أو فوبيا الجواز بمعنى صح بيبخافين من المسئولية مثلا؟ ده بقى بيترطب عليه هو شعور بالخوف شعور بالخوف ده ليه أنواع كتير ممكن خوف من الألم خوف من المسئولية من تحمل المسئولية خوف من الفشل في العلاقة خوف من الاختيار الخطأ كل دي حاجات بتؤدي لخلي الشخص مش عارف أصلا أو مش قادر أو خايف يدخل العلاقة أو ياخده العلاقة أخترهم الشخص اللي عنده في رفكوميتمينت أو خوف من الالتزام لأن ده ساعة كتير جدا بيتحول لشخص مؤذي ده أنا نرمين ده أنا الشخص التوكسك اللي هو يدخل العلاقة ويكمل ويعلم لا بس بلعش لا أنت أنت يعني يمكن من شوية كنت بتكلم أنا ومي مع أنا ومروة مع مي بنتكلم يعني إن هي ما شاء الله هي أمر وبنت نيس وكل حاجة بجد والله يعني مواصفات كلها فيها حلوة وبتقدم لها ناس كويسة جدا فبنقول لها مي أنت ليه رفض الجوز هي أنت عندك تارجت أو أنت فيه عندك حاجة عايزة تعملية عايزة تحققية نفسك في شغلك في مجال عملك عايزة تبقي حاجة وليل الاتنين ما يمشوش مع بعض ممكن يمشو مع بعض بس لو الشخص الأدامي ده أصلا لا أنا اعتقادي أو تحليلي يعني المي أنا طبعا مش لايف كوتش ولا أي حاجة بس أنا تحليلي المي هو لسه مجاش الشخص اللي خطفها لا هي خطفة هي بتيجي خطفة احنا عايزين المشاعر في العلاقة أصلا جزء من العلاقة مش هي أساس اختيار شريك الحياة أنا بختار المناسب ليه ولا بختار الكويس ولا بختار اللي بحبه لأن ساعات كتير جدا بكون بحب الشخص بس هو مش مناسب ليه ساعات كتير جدا الشخص ده أنا شايفه كويس بس هو برضو مش مناسب ليه فمش معنى أنا رفضته برضو أنه وحش بس احنا اتنين مش مناسبين مع بعض خالص بالزبط كده هي الفكرة كلها بترجع للسبب فيه فرق بين السبب والحقيقة دايما كده معظمنا عنده سبب يوريه للناس وحقيقة هو يخفيها أو مش مدرك فيه سبب خافي جوه أنا دلوقتي لو جبت سلك كهرباء وقالت لك السلك ده مفوش كهرباء امسكيه فمسكتيه فالكهربتي فخفتي فجي واحد تاني جي واحد تاني قال لك السلك ده مفوش كهرباء ده مصادق بقى قال لك السلك ده مفوش كهرباء هتمسكيه ولا لا لا ليه؟ عشان خلاص عندي بقى هستري عندي فيه يعني خلاص ما عنديه ثقة ما عنديه ثقة فيه ده السبب مش الحقيقة الحقيقة انك خايفة من الألم بتاع الكهرباء مش بسبب انك ما بعيش عندك ثقة ففيه فرق كبير جدا بين ان السبب اللي انا بقوله للناس والحقيقة اللي انا بخفيها جوايا ما بقولهاش لحد فالشخص ناصل اللي عنده فيه رفكوميتمنت او خوف من الالتزام وعمر ما هيجي يقولك انا عندي خوف من الالتزام هيقولك انا سفتها عشان هي فيها الطبع الفلاني بيطلع فيها بتعمل السلوك الفلاني فيبتدي كل الناس اللي بيرتبط بيهم بيسيبهم بسبب اسباب مختلفة كتير جدا بس مش هو ده الحقيقة الحقيقة انه هو عنده خوف من الالتزام في عقله بيطلع له اسباب الاسباب دي هو بياخد بيها فبيهرب من لبق او ممكن برضو بيشوف علاقات فشل كتير قوي حواليه فبيبتدي ايه بقى؟ يعني يطلع من الموضوع انا متكلم عليها في كتاب جواست الامر اسمها شخصية ابو العريف الشخص ده بيبقى عنده فوبيه برضو من الدخول في علاقات الشخص اللي بيبقى عارف نفسه وفاهم نفسه اللي هو عارف كل حاجة عمال يحل في مشاكل الناس عمال يسمع في مشاكل كتير وعمال يحل في مشاكل زوجيات و هو بيعمل مصائب مشكلة ان الشخص ده بيعمل نصائبه وفي نفس الوقت عقله بيتأثر بكل المشاكل دي فمن غير ادراك هو بيجيله مع الوقت فوبيه من العلاقات فاكر فيلم البحث عن فضيحة الفنان ويدي له الصحة يعني الفنان عدل امام والفنان الراحل سمير صبري كان يقولك انا حد مش عارف من ايه صحابي يعني هو عامل نفسه وعارف كل حاجة وفي الاخر هو تدبس تدبيسة بيالب بيها لربنا بالضبط هي الفكرة في كده الفكرة بس ان لازم بقى العلاج بتاع الموضوع ده ان انا لازم احدد خوفي لأول لازم اعرف انا خايف من ايه واكون صريح جدا مع نفسي انا خايف من التزام ولا خايف من الالم لو خايف ان الالم يبقى عندي مشكله كبيرة جدا في....نا ما تعافيش من العلاق Staة الاولي وخايف ادخل علاقة تاني فحس بنفس الالم ده فبالتالي في احس ان انا مش عايز ادخل علاقة بدون سبب بس انا انا شخايف من الالم فاتعافا من العلاке لو خايف من الاختيار الغلط بتعلم كويس اكتشافته الخطار صحة لو خايف من الفشل بتعلم كويس ازاي باناضج عاطفيا وزاي اتعامل في العلاقة بشكل صح ه shame العلاقة بتاعتي ما تفشلش because to call me ايه الاختلاف ما بين رفض الرجالة وستات ليه ستتبقى بيرفضوا هو معظم الستات بيكون زي ما قلتليك عندهم خوف من القلم وفيه ستات برضو بتبقى عندها خوف من الالتزام وفيه ستات بيبقى عندها خوف من العلاقات ذات نفسها لو هي عندها مشاكل في التربية مثلا باباها وممتها كان عندهم مشاكل في العلاقة بتاعتهم باباها بيدرم ممتها كتير فكل دا بيكون تشوه معرفي يعني كل اللي احنا قلناه دا اسمه تشوه معرفي في العلاج المعرفي السلوكي تشوه معرفي دا هو عبارة عن مجموعة معتقدات في عقل الباطن انا بامشي بيها وانا مش مدرك اصلا المعتقدات دي هي المودياني في الطريق اللي انا امشي في دا طب مش حاسس ان الستة بقت مستقلة اكتر في موضوع دا زاد هو طبعا فكرة السوشيال ميديا وفكرة المقارنات وفكرة موضوع الاستقلال زي ما حضرتك بتقولي ان انت عايزة تحعيل كرير بتاعك الاول مع ان ممكن الاتنين يمشوا مع بعض لو انت اختارتي صح فالفكرة كلها في الاول وفي الاخر مش ان انا اكون مستقلة على قد ما اكون انا بعرف اخطار لا وملهاش علاقة اعتقد برضو بالاستقلال لان مهما كان يعني انا مثلا انا سيدة مش انا يعني كان عموما اي ست مثلا معاها فلوس او بتصرف على نفسها او بتشتغل صدقوني الستة دايما بتحتاج لراجل والراجل دايما بتحتاج لستة الاتنين دايما بيكملوا بعض فملاش علاقة ان انت معاك فلوس وبتشتغلي معتمدة على نفسك وحياتك ميت فلو و14 انا بالنسبالي الراجل هو مش اي تي ام هو مش راجل جاي بيدفع وخلاص لا هي حياة يعني هي حياة اتنين مع بعض بيكملوها بالضبط ايال فكرة هو اهم حاجة للاختيار بس احنا المشكلة بقى في المجتمع ان مثلا منطق يلا يا ابني تجوز فاي اللي هي بتبوش هم ان هو يتجوز بسرعة فبيعمل اختيار خاطئ او بيختار بالسي في هي حلوة هي بنت ناس بنت ناس بابا بيشتغل ايه هو غني هو مش اعرف ايه احنا فترة الخطوبة دايما كده بقولها لناس ان فترة الخطوبة متعملتش عشان نتجوز فترة الخطوبة تعملت عشان نشوف هنعرف نتجوز او لا لا صح فالاختيار هو البيض نعم بقولك حتة حلوة اوه الله يضبط اصلا نسان ده فلن تكد احنا عنا تخطر عشان نجا لأ يعني طبيعي ان انتو ربنا يكرمكو طبعا ويوفاقكو لكنهم مش طبيعي يتخطر من خلاص ممكن مفيش مرسية او في خطوط بقى صافية في فرحتي بالشهر هي المشكلة الكبيرة انهم بيعرفوا بعض قبل الخطوبة بسنة سنتين وبعدين بيتخطبوا وبعدين بيتجوزوا طب انت فترة الخطوبة دي اصلا معمولة ليه؟ معمولة عشان نعرف على بعض اكتر واكتر بالضبط فالناس بقى اللي عندها فيرف كوميتمنت الرجالة اللي عندها فيرف كوميتمنت دايما عندهم يعني جملة كده شهيرة السبوري علي سنة او سنتين اكون نفسي وبعدين اتقدم يعني اول ما اقولك كده يا حبيل عينتي اجري 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 اه اجري يا ماندي خليني اسألك عن كتاب انت عملت كتاب اسم جواست العمر بالضبط انت ايه الدوافع ايه اللي خليك يعني انت انا يمكن سألتك قبل ما نبدأ الفقرة بقوله انت منجوز قال لي لا فانت ايه اللي دافع اللي خليك تعمل هل شفت تجارب مسلا حواليك صحوبك قريبك عملتوا ليه كتاب ده والله يا الفكرة كلها ان احنا حاليا في المجتمع اللي احنا فيه ده احنا وصلنا يمكن لكل دقيقة حالتين طلاق او ثلاث حالات طلاق فحالات الطلاق بيت حاجة شبه السرطان في المجتمع فهو علاج السرطان ده اللي هو يتشال من جزره جزره هو الاختيار الصحة احنا مشكلتنا ان احنا ما بقيناش عارفين اصلا نفسنا عشان نختار صحة عشان كده نعمل الكتاب اصلا بطريقة او باسلوب مختلفة بتكلم عن ايه في الكتاب؟ بتكلم عن الاول ازاي انت تكون شريك حياة مناسب وبعدين تختار شريك حياة مناسب انت يكون عندك سيلفي استيم كويس انت تقدر ذاتك كويس جدا انت تشتغل عن نفسك كويس انت تعالج نفسك من المشاكل النفسية اللي عندك قبل ما تفكر اصلا تدخل في علاقة وبعدين تبقى تفكر تدخل في علاقة ازاي تتعامل اصلا في العلاقة قبل ما تفكر لشان ما تقذيش نفسك وما تقذيش الشخص الاخر طب احنا انت قلت محور مهم جدا الوقتي اشتغل عن نفسي ازاي؟ ان انا اعلم من سيلفي استيم بتاعي او تقدير الذات بتاعي دي حاجة مهمة جدا لان الشخص اللي ما عندهوش تقدير ذاته دايما بيتعلق والتعلق بيعمي